ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بالحقوق أجراً عظيماً وفضلاً كبيراً فقال فيما يتعلق بالمرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها يعني زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاعت وقال في فضل قيام الرجل بالحق الذي عليه لأهله قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي